السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة وصفة وإفادة واحد الإفادة بغيت نقولها عدي شي دجاجات وقرقوا وبغيت بغيت نتبع معكم هذا المراحيل حتى يخرجوا وكيفاش يمكن لنا أي واحد يقدر يقرق دجاجة بحلقه المهم انا عندي الهناش حالة ربعة دجاجات كلهم كلهم قرقوا اللولة هذا التحية وهذه الثانية وهذه الثالثة المهم ان هما من اللي قرقوا حطيت لهم في الليل باش باش يولفو على البيض وتبرك ما تبعاش تنوض الوقت اللي بغيت نتاكل مهم درناها في صندوق ها هو الصندوق وفيه التبن باش يكون سخون وكن نغطى عليهم في الليل في الليل كنغطى عليهم باش ميجي يوم لبرد لوالهم والماكلة الماكلة كنخليها قريبة منهم هنا الماء والماكلة ديالهم كتكون قريبة منهم باش الوقت اللي اللي غير ينودوا يلقعوا الماكلة احدهم يأكلوا ويرجعوا لبليسهم هادي حاطي اللي هاشي 12 بيضة مهم تا غادي نيخرجوا عدا نعرفو مش حال غادي نيخرجوا ما كتب رك واحد وعشرين يوم واحد وعشرين يوم عدا كتب ما كتب ريش لقار الولاد قال لك لا خليني بارك قال لك لا خليني بارك وابدني وابدني علي ele ان elbow ما كتب رادي قمت عaskوا قتب죠 وابدثوا له ويساعدون على البيض ويساعدون على البيض ما هي الكلام تدفع على البيض ويساعدون على البيض لا تستطيع تحييد سبحان الله المهم هات 3 ها هم سوف نخرج في دقة واحدة ان شاء الله وهذه من مورا هم هذي يلا حقنا الاغرة والبارح بقى مسكين اوه 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 مهم احنا غدن نتسنوهم حتى غدن يخرجوا غدن شوفوا كل واحدة شحال خرجات غدن نكملو الفيديو دينا اوه 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 من بعد واحد وعشرين يوم اوه 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 خرجات ثلاثة لا تجد اوه 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 مواصل اوه وباقي جوجات اخرين باقي ما خرجوش او ماء كتاكيت اليون تباك الله ما شاء الله هذا يخرج لحساب البيض هذا هو شكل خرب مهم ها هو ماء ذيون ناغ الحمد لله هما خرجوا لنا الكتاكيت نتمنى هذا الفيديو انكم تتمت لكانت عندكم بحركة شجاجة تتمت تحاولوا تدير هذه العملية وعطي 21 يوم بالتمام والكمام سبحان الله خرجتهم في الليل مهم الفيديو الجاي ان شاء الله اذا نوريكم ما شخصنا نوكلوهم في اللويل شنية الماكلة لهم اللولة اللي خاصة ما يأكلوا وكيفاش نساعدوها باش تكبرهم ان شاء الله نتمنى الفيديو يعجبكم وإلى الفيديو التالي ان شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء